في كتير من العوائل ماشيين على سيستم معين وبكتبوا مصرفاتهم وعافين كيف دخلهم بتوزع وهذا الموضوع يطفع لهم القبعة ولكن على النقيد من ذلك في عوائل كتير للأسف في عندهم مشاكل وديون وتعسر وبتسأله وين راح راتب بقلك ما بعف أو ممكن يعدلك لنسبة 40% وبعد ما يعف يكمل لك نقطة جدا مهمة لازم نحن نعرف عم نحكي عن ميزانية العائلة منشوف مين هو الأمهر سواء كان الزوج أو الزوجة في موضوع حصر التكاليف في موضوع كتابة في موضوع توسيق منسلمه أولو الميزانية وهو بكون هو مسؤول عن توزيع هذه النفقات بتم توزيع الدخل على 60% أساسيات واللي هي ما فينا أبدا نحن نأجل أنفاقها في عنا 20% الثاني اللي أنا لازم أصفها من دخلي واللي هي بتتوزعها من الكماليات هاي الكماليات سواء فيما تتعلق بلبس معين أو عروض معينة وعنك تلمة عروض خليني نوقف لأنه هاي فخ كتير بقعوا فيها العوائل بالتسوق مننزل على المول حتى نشتري مثلا غرض معين منلاحظ أوه دواغ سيل أوه مثلا مربيات محارم فنكون نحن نتبهين وحريصين وما نقع بفخ العروض ولا فخ اليوم موضوع التسوق عبر الموبايل نبدأ اتين فيك تشتري أضيف إلى السلة ومباشرة 24 ساعة بكونوا عند الباب أظن أنه 60% أساسيات 20% كماليات وال20% للدخاء هاي الموضوع كتير مهم فأنا بميزانية العائلة كل شهر لازم أكتب لو سألتك كم أنت كارب أسر أو مثلا للمدام اللي هي بستلم المصروف كم تصرفوا على الأكل يكون جواب موجود لو صرفنا كم نصرف نحن مواد التنظيف يكون جواب موجود ونناقش كل رقم هل هو مبالغ فيه أو رقم منطقي في حياتك ما عملت ميزانية أسر الموضوع جدا بسيط من اليوم فيك أنت تبدأ وراقب دخلك لمدة ثلاثة شهر فقط ثلاثة شهر سجل أنت عب تشتغل عليه وبناء على ثلاثة شهر هاي فيك تعمل ميزانية بتكون للشهر الرابع بتكون مدروسة وكون أنت عرفها بالضبط كم بيلزمك للأكل كم بيلزمك لللبس كم بيلزمك للمشروبات أو كم بيلزمك لنفقاتك الأساسية والكمالية نحن ننتبه بشكل جدا كبير لأنه موضوع الكماليات هي للأسف عب تاخد في بعض العائلات أكثر من 50% وهذا يعتبر فشل في التخطيط المالي أو فشل في الإنفاق اللي عب سيطر الأساسي